ألقت لاجهزة الأمنية الصومالية القبضة على 16 شخصا متورطين في هجوم إرهابي استهدف فندقا في العاصمة مقاديشو ووفق وكالة الأنباء الصومالية نجح جهاز المخابرات والأمن الوطني في اعتقال الشخص الذي مكن السيارتين المفخختين من دخول العاصمة مقاديشو وأشارت إلى أنه من بين المعتقلين أيضا أربعة من المشتبه بهم المسجلين ولفتت إلى أن هناك تحقيقا مستمر مع خمسة من أفراد قوات الأمن الحكومية الذين كانوا يعملون في نقطة التفتيش التي عبر منها الإرهابيون